قبل ما نبدأ صلى عن النبي وقصتنا اليوم عن شاب وسيم ومغني مشهور يدخل الجيش فيقع في حب وقائدته القاسية وهذا بعد أول مشكلة حصلت بينهم فترى يحصل بينهم ايه؟ ده اللي نعرفه بس لأول مرة تشوفني اشترك في القناة إزميلي وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير ويلا نبدأ قصتنا بتبدأ مع أخبار الصلح بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية وده في عام 2000 وجي وقت مع أول زيارة من طائرة من كوريا الشمالية وبدأ يبقى فيه تعاون بينهم بشكل كبير وإطارات وحاجات كثيرة وده بتدل على السلام في المنطقة ولكل ما بيصدق ان كوريا تحدت خلاص فبيعاد دلوقتي مع أصول القطار ده السول في كوريا الجنوبية وخصوصا مع البنت الجميلة دي واللي اسمها بايك يونغو اوك وده تبقى من كوريا الشمالية وبنعرف ان العمدة وينسوك هي اللي فازت وبتتكلم عن عملية التعاون بين البلدين واللي قدت لزيارة السكانية ويبيرحبوا بالتعاون ده واللي بيكونوا مشهورون جدا ونوين يقدموا حفلة في منطقة النزاع بين البلدين وده احتفالاً بالله حصل وده كله استصغراء ينغف كل حاجة في كوريا الجنوبية فبتمشي تشوف العنوان واللي بتلاقي استضالية دي قفلة ومن هنا بيجي لها الاثنين دول واللي بيحاول يتقربوا منها وشايفين في النعياتها مريضة وبتداهي عليك كمان بيعاج السرطان وأمرض القلب وكل حاجة ممكن يقابلها وبيفضلها مرتبكين بس هنا ينغي بتكونها تصدق ان ده دول علاج القلب أصلاً وشكلها تتخدع من نصبين دول فبنروح للمعجبين الكوطر دول اللي عايزين يتصور مع لويد بس البنت دي بتكون متابعاء واللي بنعرف ان اسمها هان في حين ان العمدة ون وده العمدة الجديدة لسول وبتتكلم عن ان البنتها عشاء الفرقة فيتا وفهمت من عشق كل ليهم وخصوصاً ان في ناس كترة تروح لحفلة بتاعتهم أصلاً وبتتكلم مع مساعدنا عليهم وبيكونها تجدلوا سواء بس بتسكتهم على طول علشان عاوزين يشتغلوا بشكل أحسن فبنروح ليونغ اللي بتكون مع الاثنان دول وبتكلموا عن القلب وعن وظيفه وبيكون واخدينها المكان بعيد وعايزين منها المالك كتير أصلاً وبيكونها عاوزين تشتري منهم خمس علاب للاقي القلب وبيكونها بينصوب عليها بالفعل فبنروح لفرقة الرقص الشهيرة فيتا والكل بيشجحهم علشان خلاص يعملوا عرض خاص بيهم وبيبدأ الليود انه يغني وده الشخص الرئيس فيهم أصلاً في نفس الوقت بيكون سائق الشحينة ده متخفي وراحل حفلة ومن الواضح ان نوعه على الحاجة مش كويسة ففرقة فيتا بتفضل تغني على المسرح وبيكون كله معجب بهم كتير وده وصم تابعة العم دون اللي شايف استمتع الكل بيهم بس هنا الشخص ده او قدر اقول العصابة دول بيتقابله وبيكون معهم شخصه بخاططته الحاجة وحشة فبنرجع ليفرق على المسرح بس ليه بيلاحظ ان صاحبه مشي وبيطلع بره وعلشان كاي بيروح وراه في حين ان العصابة دول بيروحوا بيحطوا كنابل في المكان كله علشان يفجروا وبيكون شخص واللي بيخاطط لداء وبيزرعوا كنابل في كل مكان وعاوز يخلص على كل الناس دي وبيفرح فالحفلة بتكون مستمر وبيغنوا ممسوطين جدا بس هنا ليه بيروح يعرفهم باللي حصل وان فيه تهديد بوجود كنابل وعايزين انهم يقفلوا مبنى وبتكرر انها تفضل موجودة علشان كل يصق فيها وشكها في ان البلاق غلط فمساعدها بيكترح عليها انهم يستدعوا الفرقة المشتركة لقوة السلام واللي بتوفق عليها على طول علشان ده مسألة امان بتهديد كوريا كلها فبنروح مع يونغو اوك اللي بتكون مع النصابين دول واخدنا معهم وعاوزين يشغلوهم معاهم علشان تعرف تدفع تمنى للك ده وبتكون رفضة وعايزة تنزل وبتكرر تعمل ده لما بيجدها رسالة باستدعاءها وبتهديدهم بالسلاح وبتمشي على طول بالعربية بتاعتهم اصلا فبنروح للحفلة اللي بتفضل مكملة برغم موجود كنابل موجودة في المبنى وبيخلصوا الكل اللي بيحييهم اصلا وبيحيي الجمهور كمان ولويد بيمشي وبيتقابل مع بنت دي رئيسة الفرقة التانية والاسمها جيني يون وبنروح للشخص ده واللي بيكون لويد واللي بيكون بتجنب بيتقابل مع اي حد ويبقي ترسل معيون عشان يتجمع معاها وده اللي بيزرع كاميرات المرأبة اصلا فانا كوات خاصة توصل على سطح المبنى علشان يحققه في اللي حصل بس ان الشخص الرئاسة العصابة والاسم سونغ جايهون بيتدايق لما بيعرفوا بالله حصل علشان كان عاوز يبدأ خطوته وشايف في نديكة فرصة كويسة عشان يبينوا خطوتهم للعالم وبيكرر يترسل مع زميله وبيزعق فيهم علشان وراغ المهمة وعاوز يختفى وبيفضل مدية جدا فانا فرقة بتيجي واللي بتكون خاصة فرقة القنابل وبيروح يجروا وبيدوروا على مكانهم ومن الواضح انهم كويسين جدا فبنروح للويد اللي بتقابل معيون في عربته مخاصة وبيكون في علاقة مع بعض اصلا وهي مبسوطة بي جدا فبنروح لزميله اللي بيدورها على لويد علشان معادة طلوعهم على المسرح اقرب خلاص ولازم يلاقوه في حين انه وبيكون معيون اصلا والكل عاوز يصورهم ويوصل ليهم بس ان لويد بيكون مهوز بالاسلاحة اللي معيون وبينكرنهم في علاقة رغم انها بتقراش عليه فبنروح للفرقة بتوصل للويد ومعيون وبيفكرون من الارهاب اللي عايزين يفجروا المكان وبيشوفوه ويوم بتحال تبوسو وعلشان كده بياخدوء ويون غيية اللي بتكون مسئول عنه ومش عاوزها تعمل بعنف رغم انه شايف انها لازم تعمله كويس بدل ما تموت ويروح يشوفو الشهق وده مش مسموح لأي حد ان يعمله وعلشان كده بتروح تضربه كتير ويبقى زمالة بياخدو ذاكرة التخزيم من المصورين دول فبيخلصوا وبيمشوا وليويد بيتعصب جدا علشانهم مدمروا المسدس بتاعه اصلا وعلشان كده يوم بتروح تستغيل اللي حصل ولكل بيصورها بتستغيل علشان تباين انهم يبقوا فلاقة بقى وكده وبالفعل بتروح تطلع ويبكي انها كانت فلاقة مع الليويد ويسابع بعدم اخي منها اللي عايزوا وده بيعصبوا جدا علشان يبتكذب عليهم طبعا فبنروح تجمع وويد مع مساعدينها ليه ويبشوفوا ان اللحاصة يتشير جدا وعلشان يتجاوزوا اللحاصة الليزي مش كل واحدة متعاونة بين الشمال والجنوب علشان يواجهوا الارهاب وحرفيا الليلي من الجنوب بيكون مش عضافاك مع ممسر الشمال خالص فبنروح مع وقاية لويد اللي بيجي عليها مش كو كتيرا ومش عارفين اتصرفوا ازاي مع افضاحة يون دي وكمان السلاح اللي كان معاه واللي كان لعبه اصلا وبيفكروا انه غير قانوني بس رأسه بيتضايق عليه جدا وعلشان كان لويد بيكرر ان يمشي وما يزارشه قدام حد فترة دي احسن فلويد بيرح يفكر مع مساعد جوني جيمان في ان يدخل في علاقة مع جيني يون اشان الكل بيقول علي ان ملوش في الستات وبيكون متعصب وشايف ان جيني اكيد رست مع صحفيين دول عشان تعمل ده اصلا وبيروح يلعب العاب الحرب واللي بيكون حبيبها عشان يتخلص من التوتر اللي هو فيه ده خصوصا النمود من العاب الحروب المختلفة وعاوي السلاح معين فبيفكروا اتما تابع يون اللي بتدور في المكان وعاوز يروح ويمسكها بس بيلاقي في انها بتتحارب مع شخص بالسلاح وبيلاقي في انها شطرة جدا في الكتال خصوصا اللي بيحاربها ده معانا اسلاحة كتير وبيحاربها بيها وبيتكون بتتغلب عليه ولما بتكونها تتصاب وبيزع وبيحذرها وعلشان كنت تتجنب الضرب وبيتروح تجري وراء بس جون غيمان بييجوا وبياخدوا وبيكون مش عاوز يسيبها كده فينغي بتكون مع رئيسها وشايفين بنت اللي بتابع مغنيين بس بيلاقوا ان كان معه متفجرات اصلا وبيرفض انها تزود الموضوع او تحقق في اي حاجة وبيكون مدهي جدا فبيعد اليوم عيواده موز ده والاسم صنغي جايهن واللي بيكون رئيس العصابة اصلا وبيروح يعاقب مساعدينه علشانه وكان عاوزه اختفى وده ما غير محد يعرف بيهم وعاوزين يشوفه خطة تانية احسن فبنروح للويد اللي بيفضل يلعب الالعاب الحروب دي وبيكون بيموت ومتعصب جدا عشان محدش من زماله بيساعدوه وفجأة رئيسه بان بيرن عليه وبيعرفه انه لازم يروح العسكرية وده بيصدم لويد جدا وبالفعل بيعد الوقت وبيروح وبيكون البهدر عالاخر وبيكلم بان علشانه وابقاله تات اسابيع ومش بيساعد عشان يخرج من هناك وعاوزه يستحمل لغات ما يلاقي حل وشايف انه ما يعينوه في واحدة العلاقات العامة بما انه لويد طوع وبيقفل معه على طول فبيروح يمشوه وحزين بس انه ينغي بتوصل لمكان تدريبه وبيشوفه بعضهم الاتنين بس بتكمل طرقه عادي وده بيخليه مستغرب وبيفضل متبحه اصلا فبيروح مع لويد اللي بيكون مع فرقه وماشي وبيسأل صاحبه والاسمه نمسك واللي بيكون مش طيقه اصلا ومش بيرد عليه خالص فبيروح للحرب ده واللي بيكون لويد بيشوفه اللي بيحصل في الالعاب بيحصل على الحقيقة وبيفضل مرعوب ومش عارف ولا بيحصل له كده اصلا وينغي بتكون المسؤول عنهم وبتعرفهم باللي يعملوه وعاوز يكون عايش عشان يمفوض يروح لوحدة الالاقات العامة بس من الواضح ان ده مش هيحصل وبيروح ومش عارف وبيتحرر مع مين اصلا والاشخاص اللي جنبه بيتصابه وبيروح معيونغ وبيتلاقي انه مش عارف يطلع والقدر يعمل حاجة وعلشان كه بتساعده بل بتساعد دكتر ان يضرب على الاعداء علشان لو ما قتلش فهو اللي يموت وبالفعل بيروح عشان يوصل له المكان ده وده علشان يسيطروا عليه وبيكون لويد معيونغ على طول ونمسك معاهم وفجأة بتنادي عليه عشان في شخص بيصاب عليه واللي بتحذره بس مش بيسمع عليها وبيتصاب على طول وده بيعصابها فبيفتكر نفسه زمان وقت ما كان الكل بيحييه وعلى المسرح ومش عاوزين ان يبكي وبيلاقي انه مش عاوز يروح الجيش علشان مش عايزه وامو مش راضي يخليه يعمل ده علشان خايف عليه اللي يحصل له اي حاجة ومش عارف ازاي بان مش عارف يتم بامر انضمامه خصوصا عمل كده عشان يرضي معجبينه اصلا وبيكرر ان هو اللي ينضم الجيش بنفسه فبيفوقوه وبيكون ده مش حربة حقيقية وبتعرف ان الرصاص ده رصاص فارغ وشايف انه بتوجعه بس هنا بيكون ده كله تدريب وبتريعه عليه عشان ده واحد التدريب وبيكون مستغرب انه زي اتعين في فرقة التدريب الخاصة ومن هنا لما بيجي يمشي وبيروح يوقف يونغ علشان يا سبب كل اللي حصله ده بعد ما قسرت سلاحه وبيتدايق فزماله بيهدوه واللي بيكون نمسك وجون كيم فينغبت عقبهم عشانه ومات وده المفروض ما يحصلش وبكده ما يرجع مشهين بما انهم فرقة كوريا مجمعة من كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية وده بيصدم الكل وخصوصا لويد اللي بيكون مش قادر يعمل ده ومش عارف المكان ده اصلا فبنروح لون اللي شايف فان الموضوع بقى كويس وخصوصا مع انضمام لويد للجيش وان المدينة اللي بينه ما يكون لها شهورة كبيرة وبيتخاني مع مصر كوريا الشمالية علشان لويد بيعاني من تدريب في القوات الخاصة واللي بيتدايق علشان لو حصل له حاجة فهم يعانوا فبنروح تحيق يونغي في خناب النمسك وكان غضوه يون وعاوزاهم يتعاونوا صوى مع بعض علشانهم مفريق واحد فبيمشوا ولويد بيكون بيعاني حرفيا ويونغي بيتابعه فبتفتكر طلب رئيسة انها تغوي علشان يتعاون مع الشمال ويوريهم كوت البلد بتاعتهم بس ان لويد بيتصاب ومش بيقدر يمشي بس بيكمل على طول فاللي بيرح يعدد الطفلة دي علشان يا خينة بس بتكون مش واسقة في حد خالص وعلشان كايب يارد عليها لويد فبنروح لسونغ رئيس الأصابة اللي بروح لمكة الخامرة ده واللي بيستخابه عنده وشايفين فانا سونغي اخترقت منظمتهم بس بتكون البنت دي خينة وبتنقل لهم كل الأخبار أصلا فانا فرق بيوصل وبيفرح انووصل بعد العقاب ده وينغي بترسل مدرها وشايف انه تخليه اشتغل اكتر فوق طاطو وده علشان يتحكم بيهم فانروح لبنت دي اللي بتكون مكتوفة من العصابة وهي لنصابين واللي بيكونوا ملاك المتجر أصلا بيتكلموا سوا وبيكونوا بيحبوا ببعض بس هنا بيجي لهم سيو وهي مع ميرات طفلة وبيبدأ يعرض عليها منتجات برضو فانا بنت دي اللي كانت مكتوفة بتهرب وبتجري كتير بس في شخص بيأخدها وبيسكتها واللي بيكون هو وجوانغيون اللي هو لود يعني من فرقة فيتا بس لما بتصاب بيروح يأخدها وبيهربوا وبتكون بتتم بيه ودي البنت اللي كانت بيستجوبها أصلا واللي اسمها هانسونغيي وبيقرر ان يلفت انتباههم علشان تهرب وبيطمونها كتير فانا بيوصل لمكان وبيكون هيوقع والبنت دي بتكون هيهانسونغييه أصلا بس بيتفاجوا لما بيشوفوه وبيكون يقتلوه فهنا ايونغي بتيجوا وبتدفع عنه بالدراجة دي وبتبدأ تضرب فيهم وبتهددهم بس بتقرر يتاخده وبينزله في المياه على طول وبيفضل يضربه النار عليه وما بيكون ما عادش قادر تنفس يبتطلع تاخد نفس وبتنزل تدوله ومغم عليه وبتبوس عشان تفواه بالفعل والجزء بيخرصل هنا فهي ترى تبدأ قصة حب بينهم واللي إلا يحصل ده نعرفه الجزء الجاي تابعونا فما تنسوش تشركوا في القناة وتفعلوا الجرز يحلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي سلام